شهدت الرقعة الزراعية في مدينة تورسيناء توسعاً كبيراً ونجاحاً في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام كان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية وبدمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة شهور قليلة تفصلنا عن المؤتمر العالمي قمة المناخ جوب 27 والذي يضع في أولوياته الزراعة والأمن الغذائي حيث تعد الزراعة من أهم المصادر المسؤولة عن توفير الأكسجين وتخليص نسبة ثاني أكسيد الكربون لخلق مجتمعات نظيفة خالية من التلوث ففي مدينة تورسيناء شهدت الرقعة الزراعية توسعاً كبيراً ونجاحاً في زراعة العديد من المحاصيل على مدار العام وكان أحد أهم أسباب التوسع الزراعي هو التسميد العضوي الكومبيست والذي يتم إنتاجه عن طريق تدوير المخلفات النباتية والحيوانية ودمجها ببعض الأسمدة المعدنية بنسب مختلفة فالتسميد بالكومبيست يحافظ على خصوبة التربة والاحتفاظ بالمعادن الهامة لعملية الإنبات وأيضاً له دور كبير في توفير المياه وعدم إهضارها مدينة تورسيناء نجحت أيضاً في حصاد العديد من أنواع الطمور من أهمها البرحي والمجدول كما كان لأشجار الزيتون النصيب الأكبر في جنوب سيناء فتختلف ثماره ما بين القلمات والتفاحي والذي يتميز بكبر حجمه ويشبه ثبرة التفاح في بداية نضجها والذي يستخدم للتخليل من الزراعات اللي نجحة وثبتت وجودها جداً عندنا في تورسيناء زراعة النخيل وخصوصاً صنف المجدول نجح جداً جداً وتبين أن له طعم ومزاق وصفات جودة مختلفة خالص عن أي منطقة تانية من مناطق الجمهورية عندنا في مصر زيادة الرقعة الزراعية هدف تبنته الدولة منذ سنوات وظهر ذلك جلياً في كل أنحاء محافظة جنوب سيناء لتوفر الغذاء للمواطنين بأسعار مخفضة وبجودة عالية